بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعع 2 الدرس السادس والأخير Introduction to Compressible Flow Part 2 المحاضرة الثالثة من هذا الدرس كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى أجاد علاقة بين الأريا والبيروسيتي هنا رح ندرس العلاقة هذه ومدى تأثرها بمك نمبر فرح نشوف مك نمبر أقل من 1 يعني إيش سابسونيك مك نمبر يساوي 1 يعني إيش سونيك مك نمبر أكبر من 1 يعني في حالة سوبر سونيك وإلا هايبر سونيك فلو فبالنسبة للمك نمبر أقل من 1 هذا يعني إيش إنه M مك نمبر تربيع minus 1 دائما إيش سالب أو negative value فتصبح العلاقة بين الأريا والبيروسيتي علاقة عكسية هذا يعني إيش إنه لما الأريا تزيد الفيلوسيتي تنقص والعكس صحيح لما الأريا تنقص الفيلوسيتي تزيد قلنا هذا في حالة إيش في حالة مك نمبر أقل من 1 وهنا زي ما شفنا V increase أو velocity increase area must decrease والعكس صحيح زي ما قلنا هنا أيضا هنا إلا بد الإشارة إنه أولرز إيكوشن اللي هي تعطيني علاقة بين البرشر والفيلوسيتي أو العلاقة هذه فهي هنا sine minus يعني إيش لما البرشر تزيد فالفيلوسيتي تنقص فإذا هي علاقة عكسية زي ما شفنا العلاقة هنا بين الأريا والفيلوسيتي في حالة subsonic flow في الحالة الثانية وهي حالة إيش حالة مك نمبر أكبر من 1 لما يكون مك نمبر أكبر من 1 يعني إيش يعني مك نمبر تربية من ناقص 1 موجب وتصبح الأريا والدي في دي أريا والدي في لما الأريا تزيد الفيلوسيتي تزيد والعكس صحيحة فهنا مك نمبر أكبر من 1 هذا يعني لأريا تزيد يعني فيلوسيتي تزيد وأيضا يعني لأريا تنقص يعني فيلوسيتي تنقص الحالة الثالثة وهي مك نمبر يساوي 1 لما يكون مك نمبر يساوي 1 فهنا أمتر بي ناقص 1 تساوي لي إيش تساوي لي سفر فعند الحالة هذه دي أريا على الأريا كم راح تساوي تساوي طبيعي سفر فهنا راح نتحدث على إيش نتحدث زي ما قلنا بداية على السونيك فلو وأيضا نتحدث على كريتيكل أريا أو ميليموم أريا ما يعبر عنه بإيش بثرت اللي عنده تكون دي أريا على الأريا زي ما قلنا تساوي سفر وثرت تقريبا يعبر عنها اختناق أو مكان الاختناق أو المكان الضيق فهنا راح نعرض الآن في حالتين الحالة الأولى أنه الأريا 1 أكبر من الأريا 2 في الحالة هذه عند مك نمبر كنا أقل من 1 أو سبسونيك فلو فقلنا الفلسيتي إيش يحط لها تزيد يعني V2 أكبر من V1 الحالة اللي بعد إنه مك نمبر أكبر من 1 يعني إيش سوبرسونيك أو زي ما قلنا هايبرسونيك فلو فالفلسيتي هنا إيش يحط لها لاحظوا هنا V2 أقل من V1 يعني إيش يعني تنقص الحالة الثانية إنه تكون الأريا A1 أصغر من الأريا 2 هنا أيضا عندي حالتين يعني مك نمبر أقل من 1 فالفلسيتي هنا V2 أقل من V1 يعني الفلسيتي تنقص الحالة الثانية مك نمبر أكبر من 1 فالفلسيتي هنا V2 أكبر من V1 أو تزيد هنا إن كنت خلصت المحاضرة فقط أوترح السؤال هل ممكن إيزاد العلاقة لو الأريا تنقص أو تزيد بالبرشر والفلسيتي دائما وهل عندها تأثر بالمك نمبر نعم أو لا السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر